القرآن العظيم سيدي ما نزل لإطراب الناس القرآن كلام خالق الأكوان الدستور الإلهي الأخير للبشرية المطلوب مني أن أحسن صوتي به ما أستطيع لأحبب الناس به فيفهم معانيه لا أن أصدهم عن معانيه بالتطريب الزائد والرفع الزائد للصوت والانتقال من مقام إلى مقام ويجلس الهد يقول أيوة انتقل منه أبدأ بالرصد انتقل إلى البيات أتى بالصبع أتى بالسيجة ما عد قرآن هذا ما عد قرآن يا سيدي هذا ما عد قرآن القارئ يقول عندي تسجيل لأحد الصيتين ونقول ذوق عذاب الحريق يقول الجالسون الله هو مستمتع بالنغمة ربنا يزيدك يا مولانا لك شو بنا يزيده هو عم يقول ونقول ذوق عذاب تقول له ربنا يزيدك يا مولانا صالوا على النبي يا أخوانا شو دخل الصلاة على النبي في هذا المقام أنت الآن في مقام فاستمعوا له وأنصيتوا أحسنتم مو الله إذن هنا التطريب الزائد أخرج النص القرآني عن المقصود الأعظم من إنزاله إلى أن صار نصا كأي نص كان تحسين الصوت خادما للنص القرآني فصار النص القرآني خادما للنقام الناس انصرفت قلوبها عن المعاني التي أرادها الله إلى الأنغام فتجد الواحد منهم يعني يتمايل وكذا اسألوا بالله عليك أتتمايل للمعاني التي أودعها الله في هذه الآيات فإن كان صادقا سيقول لك لا كنت أنتبه كيف انتقل من المقام الفلاني إلى برشاقة يا أخي افعلوا هذا بالأناشيد بارك الله فيكم لا محسنتم افعلوا هذا بالأناشيد والمدائح والابتهالات ما شاء الله خذوا راحتكم في كلام البشر أما كلام رب البشر فلا وألف لا نعم